في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع الجزيئات اللي موجودة في أجسامنا والفرق ما بينها وهنذكر أعداد وأنواع الذرات أو العناصر اللي بتدخل في تركبهم هنتكلم برضو عن أمثلة للجزيئات غير العضوية زي الأكسوجين والمية وهنتكلم عن الفرق ما بين الجزيء والمركب برضو هنذكر بعض الأمثلة للجزيئات غير العضوية واللي بتحتوي على ذرات كربون زي ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المركبات زي ما تكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت فيه نوعين أساسيين من الجزيئات موجودة في أجسامنا طبعا الجزيئات العضوية أو البنوع عليها الأورجانيك موليكيولز الأورجانيك موليكيولز ويه الجزيئات غير العضوية واللي بقون عليها الأورجانيك موليكيولز يبقى الجزيئات العضوية هذه الجزيئات العضوية والجزيئات غير العضوية اللي هي الأورجانيك موليكيولز المركبات أو الجزيئات غير العضوية بتختلف عن الجزيئات العضوية في حكتين دايماً بيكون فيها عدد محدود من الذرات مقارنة بالجزيئات العضوية فخلينا مثلا نشوف هنا هنلاقي ايه هنلاقي هنا دي كربون واحد ودي درد اوكسجين هنا بقى لو جينا شفنا الجولوكوز هنلاقي شايفين هنا كم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ضرات كربون وطبعا اوكسجين هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وطبعا فيه اتناشر ضرد هيدروجين فزي ما احنا شايفين فيه عدد محدود من الظرات فيه الجزيئات غير العضوية هنا مقارنة بعدد اكبر فيه الجزيئات العضوية ده يعني ده جزء الحاجة التانية ان دايما الكربون مش بيكون اساسي في تركيب الجزيئات غير العضوية طبعا احنا خدنا المثال اللي فيه استثناء هنا وده هنذكره تاني لكن لو جينا شفنا هنا فوق خلينا نركز على الجزء ده هنلاقي هي دي الجزيئات غير العضوية فالجزيئ اللي قدامنا ده خلينا نكبر هنا شوية الجزيئ اللي قدامنا ده هو عبارة عن ايه عبارة عن دي ذرة اكسوجين ودي ذرة اكسوجين يبقى ده او تو زي ما احنا شايفين قدامنا فده يعتبر من الجزيئات غير العضوية طبعا ده موجود في جسمنا لان ده احنا بنتنفسه خلاص بيدخل جسمنا عن طريق يعني الرئة وبنتنفسه المركب التاني ده هو هنا طبعا احنا عارفين وتطبعا مركب المية ده اله تو او ادي الو ودي اتش ودي اتش طبعا يبقى ده اتش تو او او هنا موجود تحت قدامنا اتش تو او طيب فيه حتى كده عايزين نذكرها بسرعة الفرق ما بين الجزيئ والمركب الفرق ما بين الجزيئ مع ان احنا ساعات بنستخدمهم الجزيئ دايما هو بنسميه الموليكيول والمركب اللي هو الكمباوند خلاص ده ده جزيئ ده كومباوند ليه بقى كومباوند لان زي ما احنا نحظين هنا فيه ذرات مختلفة متجمعها مع بعض عشان تعمل المركب ده فبينقول عليه مركب لان كده فيه هنا تو هايدروجين ووحدة اوكسجون لكن ده موليكيول لانه هو عبارة عن ذرتين من ذرات الاكسجين مع بعض اما المركب التالت يمكن احنا برضو ذكرناه قبل كده هنكبر بس نطلع كده فوق شوية ده الصوديوم كلورايد وزي ما احنا قلنا قبل كده طبعا الكولينيون هي الذرة الاكبر والصوديوم هي الاصغر طبعا قلنا 17 و11 قبل كده ودي بيعملوا مع بعض روابط ايونية وده طبعا مركب لانه هو زي ما احنا شايفين ذرتين مختلفتين فده طبعا بيبقى برضو مركب اما الجزء اللي تحت ده بينلاقي ثاني اكسيد الكربون زي ما قلنا اللي هو الكاربون دايوكسايد او ثاني اكسيد الكربون خلاص اللي هو الكاربون دايوكسايد دايوكسايد وده بيحتوي على ذرة كربون طبعا فيه يعني مركبات تانية غير عضوية فيها كربون موجودة في اجسامنا مثلا زي الكالسيوم كربونات زي اللي هو كاربونات الكالسيوم زي السوديوم باي كربونات دي موجودة في اجسامنا وبرضو فيها زي ما احنا شايفين стороны كربون هنا ضرة كربون هنا ضرة كربون لكن كل دول بالرغم ان فيهم كربون هم vyهما مركبات غير عضوية اللي احنا عايزين ناكده في الجزء ده ان معظم المركبات اللي فيها ذرات كربون هي مركبات عضوية باستثناء مركبات قليلة في اجسامنا اللي هي اللي احنا ذكرناها دي اللي هي الكاربون داكسايد الكالسيوم كاربونيت السوديوم باي كاربونيت لكن معظم المركبات اللي فيها بقى ذرات كربون هي مركبات عضوية وهي اللي هنكمل يعني دراستنا فيها في اليونت ده وطبعا احنا في حاجة اخيرة بس عايزين نذكرها ان احنا جينا معلش ذكرنا يمكن هنا ايه كاربون دايكسايد والأكسوجين هندرسهم إن شاء الله بالتفصيل في سنة تانية في التنفس